بسم الله الرحمن الرحيم نص معلوماتي تاريخ الروبوتات تاريخ الروبوتات سعى الإنسان لأن يوجد الآلات التي تساعده في إنجاز الأعمال الشاقة التي يقوم بها وعبر الزمن استطاع أن يحول الحلم إلى حقيقة فمن خلال تجارب وأبحاث مضنية توصل لاختراع الروبوت أو ما يطلق عليه الإنسان الآلي وهو عبارة عن آلة صممت عن طريق نظام هندسي يجعلها تعمل كبديل للأيد العاملة البشرية رغم مظهرها كما أنها قادرة على أن تؤدي الوظيفة المطلوبة منها بالطريقة التي يؤديها البشر تاريخ الإنسان الآلي تاريخ الإنسان الآلي أولا العصر القديم يمتد إلى عقود من الزمن استخدمت بها تماثيل بشرية عام ثلاثة آلاف قبل الميلاد لتقرع أجراس الساعات المائية المصرية كما أن علماء المسلمين لديهم إسهامات عبر التاريخ تؤكد أنهم رواد العلوم منذ مئات السنين صمم الجزري آلات كثيرة آلات كثيرة ذات أهمية كبيرة لم يكن الكثير منها معروفا في أي مكان بالعالم من قبل بما في ذلك آلات رفع الماء وساعات مائية ذات نظام تنبيه ذاتي وصمامات تحويل وأنظمة تحكم ذاتي وكثير غيرها شرحها في مؤلفه في مؤلفه الذي أسماه الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة الحيل ابتكر الجزري ربوتا على شكل غلام يمسك في يده إبريق ماء وفي اليد الأخرى منشفة وعلى عمامته طائر عند موعد الصلاة يصفر ثم يتقدم الخادم نحو سيده ليصب الماء في الإبريق بمقدار محدد وعقب الانتهاء من الوضوء يقدم له المنشفة ثم يعود إلى مكانه العصر الحديث بدأت الأبحاث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات حيث كان الروبوت جورج من أوائل الروبوتات التي ظهرت يقود جورج الروبوت الطائرات يقود الطائرات معظم الوقت إنه الطيار الآلي وتم اختراعه من قبل المهندس الكهربائي المر سبيري مؤسس الشركة سبيري للكهربائيات عام 1913 1913 وكان نموذج الطيار الآلي الأول عبارة عن جهاز لقراءة الارتفاع وجهاز آخر يؤشر إلى الاتجاه الذي تسير فيه الطائرة جيروسكوب ويتميز الجيروسكوب بأنه يظل محافظا على الاتجاه الذي تسير فيه الطائرة ويترك الطيارون البشر مسؤولية الطيران للروبوت جورج العصر الحالي مع بداية القرن العشرين تطور استخدام الروبوتات حيث يمكنها تنفيذ مهام متعددة حيث يمكنها تنفيذ مهام متعددة بسرعة ودقة وبالفعل تم تشغيلها في الصناعات الثقيلة ولم يتوقف الأمر على ذلك بل امتد للقيام ببعض الجراحات الدقيقة ومع بداية القرن الواحد والعشرين صنعت الروبوتات التي تستخدم الذكاء الاصطناعية في القيام بكثير من الأعمال التي يقوم بها الإنسان في شتى المجالات الهدف من تطوير الروبوتات هو تعزيز قدرات الإنسان تعزيز قدرات الإنسان ومساعدته في القيام بالمهام التي يجد صعوبة في تنفيذها بمفرده بالتالي فقد تم استخدامه في مجالات عديدة في مجالات عديدة لمساعدة الإنسان كتنظيم المرور واستكشاف الفضاء وفي الكثير من المهام التي لم يكن باستطاعته تنفيذها فيمكن تصميم الروبوتات بأشكال وأحجام مختلفة تبعاً لاحتياج المهمة والظروف المحيطة وهذا كله بفضل العقل البشري وهذا كله بفضل العقل البشري ترجمة نانسي قنقر